بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأهل العلم معروفون ما كل من مع شهادة تخرج من كلية ما كل من حفظ حديث أو حفظ آيات ما كل من قرأ الكتب يكون فقيها فقه معروفون عند الناس ولكن بعض الناس أو كثير من الناس إنما يريد اللي يصلح له فقط الدول اللي يصلح له لو اللي قاله من أجهل الناس أو من أضل للناس حتى المهم أنه يافق هواه رغم هذا خطر عظيم ولا سيما في هذا الوقت إنه قل العلماء قل الفقهاء وكثر القرى كثر القرى وقل الفقهاء وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض هذا العلم لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال وإنما يقبض العلم بموت العلم وإنما يقبض العلم بموت العلم حتى إذا لم يبقى عالم تخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ولا حول ولا قوة إلا بالله نخشى أن يكون بدأ هذا في وقتنا فعلينا أن نأخذ الحذر والخوف والاحتياط وأن نختار أهل العلم وأهل الثقه حسب الإمكان حسب الإمكان وحسب الموجودين أما العلماء السابقون والأحبار هؤلاء ذهبوا لكن خير الموجودين خير الموجودين اتقوا الله ما استطعتم فسألوا الله أن يوفقنا وإياكم لمعرفة الحق والعمل به صلى الله وسلم على نبينا محمد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة من هم